بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنتناول موضوع السلبيات اللي بتقابلنا كأجانب أو كعرب بالأخص في تركيا وأنا عارفة إن موضوع السلبيات في فيديوهات كتير اتناولت الموضوع ده على اليوتيوب لكن أنا إن شاء الله النهاردة هتناولوا من وجهة نظر مختلفة وحتسمعوا حاجات جديدة خالص على اللي ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده يلا بينا نتعرف على إيه هي السلبيات ديت مع مصرية بورس يمكن أكون أنا قلت قبل كده إن من أهم المميزات في السفر لتركيا والإقامة فيها هي سهولة عمل الإقامة فيها لكن أنا عاوزة النهاردة تناول الجانب السلبي من موضوع الإقامة وهو شقين الشق الأول إن برغم سهولة عمل الإقامة السياحية لكن هي إقامة مش آمنة إزاي؟ معظم اللي بيجوا يعملوا إقامة في تركيا بيكونوا جايين كأنها هجرة يعني بنبقى حطين في دماغنا إن إحنا هنقعد إلى ما شاء الله ولكن الإقامة السياحية مش بتطمن لنا الموضوع ده لأنها بتتجدد كل سنة أو سنتين وطبعا ده جديدها مش مضمون بسبب قصر التغير والقوانين الخاصة بالهجرة والأجانب وحسب الوضع السياسي للبلد ده شق الشق التاني تعنط بعض الموظفين في إعطاء الإقامة بسهولة واختلاف الأوراق المطلوبة من موظف لموظف تاني بمعنى إنه أنا ورقي بيكون زي حد تاني بالزبط معايا نفس الأوراق والأختام وهو بيروح لموظف بيخلص له وبيديره الإقامة بكل سهولة من غير ما يتكلم معه ولا كلمة وأنا مثلا مع موظف تاني إقامتي ما تتقبلش أو يقول لي فيه نقص في الأوراق فيه نقص في الأختام أو غيره زي مثلا إنهم يدوا الإقامة لزوج والزوجة تبقى مرافقة لزوجها ما بيقبلوش إقامتها وبيقبلو إقامته هو وغيرها كتير من المشاكل الغريبة جدا اللي حصلت قدامنا وملهاش أي منطق والأفضل طبعا من الإقامة السياحية لتلافي كل المعاوقات ديت هي الإقامة العقارية اللي ليها مميزات كتير جدا منها إن على المدى الطويل شوية مش كتير قوي ممكن بعد خمس سنين التقديم على الجنسية ولكن مش كل الناس طبعا بتقدر إنها تشتري شقة هنا تاني سلبية من السلبيات معنا النهاردة هي تتريك الموبايلات إيه هو التتريك؟ هو تسجيل أجهزة الموبايل الأجنبية في مدرية الضرائب وده بيكون بحوالي 2000 ليرة وإلا الموبايل بيقفل بعد حوالي 120 يوم من دخول تركيا وفيه طبعا طرق تانية لتتريكه لكن بتبقى طرق غير شرعية وتبقى بمبلغ بسطة جدا أكتر حاجة 120 أو 150 ليرة لكن لها عيوب كتير ويمكن ده بيخلينا نلجأ لشراء الموبايل من داخل تركيا وده بيكون أفضل حل تالت سلبية معنا النهاردة هو موضوع فتح العددات والاشتراك في النت وطبعا علشان نعمل دوت لازم يقع معنا إقامة وده شيء ما فيهوش تساهل خالص هنا في تركيا وعلشان ناخد الإقامة لازم ناخد الشقة الأول ونعمل لها نوتر وطبعا نقدم عن الإقامة وده بياخد له ما بين حوالي شهر لشهر ونص علشان كل الأوراق بتاعتنا تخلص وناخد الكيمليج بتاعنا طيب إيه الحل في الموضوع دوت عندنا الحل يا إما ناخد شقة تكون عددتها مفتوحة وده قليل جدا وناديرا لما بحد بيخرج من شقة وبيسيب عددتها مفتوحة أو بيكون صاحب الشقة موافق إن العدد يفضل مفتوح باسمه ده لو كان مفتوح باسمه أصلا مش مفتوح باسم المستأجر اللي ميشي مثلا أو إن احنا نخلي حد تبع المكتب اللي جاب لنا الشقة اللي هو مكتب الأملكجي أو اللي هو مكتب العقارات اللي جاب لنا الشقة حد من خلاله هو اللي يفتح لنا العدد يكون طبعا حد تركي بيفتح لنا العدد على اسمه ودوت يمكن أكتر حل شيوعا بس طبعا هو بياخد مقابل على ده دي هي الطرق السليمة اللي ممكن نفتح بيها العددات لكن أي طريقة تانية تتقلقه غير كده هي طريقة غير شرعية وإحنا طبعا لأننا كمان غرب فجماعة المفروض إحنا ما نعملش أي مخالفة وخصوصا لسه داخلين البلد فمش عايزين إن إحنا نعمل فيها أي مخالفة ممكن تعرضنا لمشكلة رابع سلبية معانا النهاردة من السلبيات اللي بتواجهنا كأجانب عند دخلنا لتركيا هي مواعيد قفل الصيدليات طبعا هنا الصيدليات بتفتح الساعة تمانية ونص الصبح وبتقفل الساعة سبع مساء وطبعا إحنا كعرب الموضوع ده غريب علينا جدا لإن إحنا طبعا عندنا واغذين إن السيدليات دي بتبقى موجودة 24 ساعة ولو حتى مش 24 ساعة بتفتح من بدر جدا وبتقفل الساعة 12 واحدة 2 بالليل خصوصا إن ممكن حد يتعب في نص الليل مثلا يبقى محتاج دوا هيجيبه منين هو هنا في حل بيعملوه هو موضوع الصيدلية النوباتشي دي بتبقى موجودة في كل منطقة طبعا بتبقاش بيبقى محيط المنطقة ده كبير جدا يعني ممكن ألاقي صيدلية نوباتشي بعدية ب4 كيلو ب5 كيلو اللي هو لازم أركب مواصلة طبعا ده بيبقى شيء تقيل جدا علينا وصعب لكن احنا بنحاول ان احنا نتدارك الموضوع دوت ونحله بطريقتنا بان احنا نخليه فيه دايما في البيت مسكن ودول الصداع دول البرد دول المغص مضاد حيوي لو في حد عنده مرض مزمن دايما يبقى العلاج بتاعه موجود في البيت أول بول وخصوصا إن هم كمان في مشكلة تانية إن هم بيقفلوا يوم الحد فدي مشكلة تانية كمان بتقابلنا وبرضو بيبقى فيه الصيدلية النوباتشية اللي أنا قلتلكو عليها وبيبقى فيه بتطبيق أو بتتعرف من على جوجل بنكتب نوباتشي ايش زان ايه وبنحدد موقعنا بنفتح الموقع عندنا في الموبايل وبنشوف أعرب صيدلية لنا بتكون فيه خامس سلبية معانا النهاردة وهي آخر سلبية إن شاء الله هنتكلم فيها هي سلبية ايه يا بانجي يوك يعني ايه يا بانجي يوك يعني الأجانب لا كتير جدا بنلاقي من على موقع صاحب دان شقق ونبقى بسرعة نتواصل معاهم بنبص اللي ايه هم بيكتب بيقولونا يا بانجي يوك أول ما يعرفوا ان احنا عرب يقولونا يا بانجي يوك دي من حاجات اللي بجد بتضايقنا جدا وبتتعبنا في حكاية البحث عن شقق لأن كتير بيبقى فيه ممكن شقق شقق كويسة جدا لكن للأسف يا بانجي يوك وخفهم من العرب أحيانا هم برضو ليهم منطق أنا بحب دايما أفكر بعقلية اللي قدامي ما يبقاش بس احنا بنصدر أحكام ونقول لشان عنصري أو كده لا هو ممكن خايف من المشاكل خايف إن انت تسيب الشقة وتمشي من غير مثلا ما تسلموا الشقة ممكن هو ما يعرفقش انت ممكن تاخد حاجة من الشقة لو الشقة كمان مفروشة دوت بيخوفهم وعلى فكرة برضو دي حصلت إن فيه ناس أجروا شواء وفجأة سابوها ومشيو من غير ما يبلغوا حتى صاحب الشقة وسبوله المفتاح ومشيو سابوه بقى في أي مكان على عداد الغاز جنب باب الشقة فطبعا ده غلط جدا جدا وبيشوه صورتنا كعرب فأنا بقول لكم عشان كده بلاش برضو نصدر الأحكام إن دي عنصرية أنا طبعا النهاردة هو كده أنا خلصت السلبيات اللي ممكن نكون بنتكلم فيها النهاردة الخمس سلبيات دولة لكن أنا عايز أقول لكم حاجة كتير بقى الفيديوهات اللي على اليوتيوب ذكرت حاجات تانية خالص عن السلبيات في تركيا أنا ما تكلمتش فيها ليه اللي هي النصب العنصرية حجز اللغة طبعا أنا قلت لكم قبل كده إن حجز اللغة دوت إحنا ممكن نتغلب عليه إن شاء الله آآ سواء بقى كل واحد ومهارته يعني ممكن بسهولة جدا ممكن بصعوبة شوية ممكن يبقى صعبة قوي لكن في الآخر إحنا تعلم لغة دي حاجة ميزة كبيرة جدا إحنا هنستفد بيها في حياتنا آآ كان ممكن نلاقي عمل بيها هنقدر نتفاعل مع المجتمع اللي حوالينا آآ إحنا بنكتسب مهارة جديدة آآ بنتعرف على ثقافة شعب بالنسبة لنا جديد علشان كده أنا ما اعتبرتهاش من السلبيات أما بالنسبة لموضوع النصب والاحتيال والعنصرية الحاجات دي اللي بيتكلم فيها دايما اللي عايشين داخل إسطنبول وعشان كده دي من الأسباب اللي أنا قلت لكم فيها إبادوا عن إسطنبول لكن إحنا أنا واحدة عايشة في برصة أو عايشة في أي ولاية تانية هادية هتبصوا تلاقوا ما فيش أصلا موضوع النصب والاحتيال والسرقة والعنصرية بالطريقة الفجة اللي موجودة في إسطنبول لا الوضع هنا أنا ما شفتش دوت بصراحة وقلت لكم لو حصل موضوع عنصرية نادرا جدا شيء لا يذكر يعني وزي ما قلت لكم العنصرية دي موجودة في بلدنا بين أبناء البلد الواحد فإحنا برضو دي ما مش باخدها كسلبية موجودة في تركيا فأنا النهاردة كده أنا لم تلكوا تقريبا معظم السلبيات اللي أنا قابلتها من وقت مجيد تركيا يا رب يكون الفيديو عجبك وفعلا يكون أفادك وفضلا وليس أمرا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يا ريدي ساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات مصرية بورسة